الله خير الله يحبك شرفتنا في وجودك في برنامج صباح الوطن يعني اليوم مريم نتحدث بمبدئيا احنا مقبلين على موسم أمطار غزيرة لديكم معلومات بهذا لو تخمينات بالتأكيد لا 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 بالتأكيد يعني بالبداية انا ارحب حضرتك واشرف باللقاء حضرتك بناتكم الكريمة موضوع الموسم الشتو القادم يعني هو خمسة مليون دونم وليس اثنين مليون دونم يعني اكثر من اثنين مليون اكثر من تقريبا اثنين ومئة ألف اثنين مليون ومئة ألف دونم كان للموسم الصيفي الماضي اللي تحققت والحمد لله وشكر بنجاح كبير اما الموسم الشتو القادم ووفق الارقام اللي تم الاتفاق بها مع وزارة السراعة هي اللي هي بحدود خمسة مليون دونم على عموم العراق بالتأكيد وزارة الموارد المائية لديها الخطط الموضوعة في هذا المجال من حيث ما متوفر لديها من الخزين المائي وما هو متوقع للسنة المائية اللي هي السنة المائية اللي بتدأت في بداية شهر التشرين من واحد عشرة تبدأ السنة المائية عندنا وان شاء الله احنا نستبشر بخير خلال الموسم الشتوي القادم انه راح تكون هناك نجاح كبير لهذا الموسم بسبب مجموعة اجراءات بصراحة اتخذتها وزارة الموارد المائية اجراءات كثيرة من ناحية الحفاظ على الخزين المائي ادارة توزيعات المياه وملف المياه والتوزيعات الداخلية بشكل محكم جدا السيطرة على التجاوزات أيضا ملف جدا جدا خلينا واحدة وحدة الفسرة الخزين المائي شوانك نستطر عليه عندنا سدود كافية لسيطرة على المياه بالتأكيد احنا شبكة السدود والخزانات اللي موجودة والبحيرات اللي موجودة على عموم نهري دجل والفرات يعني سواء اللي على نهر الفرات او على نهر الدجلة وايضا الوزارة وضعت خطة لانشاء سدود جديدة سواء السدود الخزنية الكبيرة مثلا عندك سد مكحول وكذلك سد بادوش اضافة الى مجموعة من سدود حصاد المياه واللي هي مهمة جدا من حيث خزن وحصر المياه اللي تجي في الاودية كيف يحتاجنا بها سدود؟ يعني هي مو موضوع اش قد يحتاجنا بالاحصائية لكن احنا اكو خطط موضوعة وزارة الموارد المائية لديها دراسة استراتيجية لغاية عام 2035 هذه الدراسة شملت دراسة كل المعطيات اللي تتعلق بالوضع المائي بالعراق وهذه الدراسة شاركت فيها اغلب الوزارات الاخرى والجهات ذات العلاقة اللي هي علاقة بموضوع المياه فموضوع احتياج العراق من السدود مشخص لدى وزارة الموارد المائية والدليل على ذلك اليوم احنا ان شاء الله في المرحلة القريبة احنا بدينا الان بالتهيئة لموضوع انشاء او المباشرة بانشاء سد مكحول هذا المشروع اللي هو توقف يعني بعد 2002 ما تم استكماله سمعنا اكو اعتراض على سد مكحول مكبل وزارة الثقافة على انه اكو موقع اثاري راح تغمر المياه التنسيق موجود هكو هذا الاعتراض هو مو اعتراض وانما احنا بطبيعة عملنا كوزارة موارد مائية كل المشاريع اللي تنفذ هناك تنسيق بين وزارة الموارد المائية وبين كل وزارات الاخرى ذات العلاقة ومنها وزارة الآثار هذا موضوع مهم موضوع مهم جدا فبالتأكيد التنسيق مستمر كان اكو لقاء قبل فترة قصيرة قبل حوالي اسبوعين بين معالي وزير الموارد المائية ومعالي وزير الثقافة صار اجتماع في مقر الوزارة صار اتفاق على كل الخطوط الرئيسية من اجل انجاح هذه المشاريع وليس فقط سد مكحول وانما التعاون الكبير اللي يحصل بين الوزارتين في مختلف المجالين طبيعة عمل مشاريع وزارة الموارد المائية هي منتشرة على عموم العراق في مختلف مناطق العراق وتحتاج إلى أعمال حفريات وأعمال مدأنابيب وبالتأكيد التنسيق بينها وبين وزارة الثقافة في موضوع الآثار مهم استاذ عالد حدثت بداية كلامك بموضوع التجاوزات ما تقصد بالتجاوزات يمكنكم المواطنين يعرفون من التجاوزات على المياه كثير من أنواع التجاوزات الموجودة مشخصتها وزارة الموارد وما يلقع تتعامل بها حقيقة بمهنية عالية التجاوزات أنواع عدنا مثلا التجاوزات التي تحصل على مقطع النهر على حوض النهر على مقتربات النهر من التجاوز على التكسية الحجرية التجاوز على مقطع النهر هاي نتقلل من هذا أستاذ عليم؟ التجاوز من مختلف يعني من المواطنين العاديين من ناس متنفذين إلى آخر كل الفئات وزارة الموارد الماياه مشخصة هذه التجاوزات هناك حملة كبيرة لإجزالت هذه التجاوزات أكو تعاون كبير جدا حقيقة مع مجلس القضاء الأعلى مع الجهات الأمنية بمختلف مستوياته هناك دعم من دولة رئيس الوزراء هناك متابعة ميدانية من معالي السيد وزير الموارد الماياه تم إزالة الكثير من هذه التجاوزات على عموم محافظات القطر ليس فقط في محافظة بغداد وإنما على عموم محافظات القطر وبنتيجة انفتحت أبواب لوزارة الموارد الماياه لإعادة تأهيل هذه المناطق التي تم التجاوز عليها وأكبر دليل على ذلك مثلا عندنا في شط الحلة في محافظة بابل ضفاف هذا النهار لما أزيلت هذه التجاوزات الآن الوزارة من خلال شركاتها المختصة أقامت بحملة كبيرة لإكساء هذه الضفاف ولتطوير هذه الضفاف وإن شاء الله هي بداية هذه المرحلة والقادم هذا نوع من التجاوز الذي هو التجاوز على حوض النهر وعلى مقترباته على ضفافه النوع الثاني من التجاوز الذي هو الملوثات التي ترمى بالمياه يعني ملوثات مخلفات المجاري الملوثات الصناعية الملوثات الصحية إلى آخرين هذا طبعا نوع من التجاوز الخطر جدا لأن بالتأكيد سيغير طبيعة الماء ويلوثه بالنتيجة يسبب قطورة كبيرة على صحة المواطن أيضا وزارة الموارج ماء وزارة الموارج ماء كان لها موقف كبير وجهة كتب إلى مختلف المؤسسات والجهات التي سببت هذا التلوث هناك دعاوة قضائية ترفع ورفعت فعلا على كثير من الجهات الملوثة لأن هذا موضوع خطر جدا وكذلك هذا الموضوع ليس يعني خلنقول بالجديد وإنما هو موضوع قديم ولكن الوزارة أخذت على عاتقها خلال الأربعة تشهر الماضية هذا الموضوع بأهمية كبيرة لتماسة مع حياة المواطن وسلامة المواطن خلنوا نحن راجعا عن كبار سدة الموصل ستجاوز أما ستجاوز أيضا الثفيatal علاقة ي味 القرن بموضوع الخطة الشتوية وتنفيذ الخطة الشتوية وواوظه اللي who attend التجاوز على الحصص المائي التجاوز على الحصص المائي هو السلب أي نعرف أن نتبع نظام مراشنة عملية توزيع من المياه عملية التجاوز على الحصص الماية سواء بين المحافظات أو ضمن المحافظة الواحدة وأحيانا ضمن المشروع الواحد الذي يتجاوز على الحصص المائد يحلم الذي ي given ذناء وبالنتيجة هذه مشكلة كبيرة هذا النوع من التجاوز شكتبت بعض المحافظات على هذه طبعا بالتأكيد هذا الموضوع من التجاوز من التجاوزات والتجاوزات الكبيرة التي تم رفعها والموقف الشديد لوزارة الموارد المائد طبعا بالتنسيق مع الحكومات المحلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية سيطرنا كثيرا على كثير من هذه المفاصل هذا ستساعدنا بشكل كبير جدا بإنجاح الخطة الشتوية القادمة بإذن الله ورح أعتقد الجميع يعني ك عذر المداخل عدس الهواء وياك جاي ستمر وقت حتى الناس اللي إذا تابعنا دائما تحاول أو نحن نحاول نوصل صوتهم من حضاراتكم اليوم بعض المحافظات مثل النجف المشخاب والديوانية تزرع الشلب أراضيها مختلفة عن باقي الأراضي وهذه الأراضي وهذه الزراع يحتاج لها مياه يحتاج لها دورة مياه كبيرة أكو اهتمام قبل حضاراتكم بهذه المحافظات بالتأكيد يعني أغلب تقريبا هي طبعا ضمن الموسم الصيفي زراعة الشلب وهذه المحافظات يعني عندك مثلا محافظات في فرات الأوسط النجف الديواني هذه المناطق بالتأكيد يعني تركيز الخطة الصيفية تكون بها الموسم الصيفي اللي إحنا الحمد لله وشكر زراعنا أكثر من مليونين دونهم خلال الموسم الصيفي الماضي كخطة إرواع بالتأكيد وزارة الموارد معيه عندها خطة تنوضع لهذا المياه يعني عندنا خطة صيفية وعندنا خطة شتوية هذه الخطة توضع بالتنسيق مع وزارة الزراعة وكذلك يعني لجنة زراعة الموارد المائي في مدلس النواب والجمعات في الأحياء تشترك كل هذه الأطراف في عملية وضع الخطة وفق متطلبات ترفع أنه تقدم من قبل دوار الزراعة ودوار الموارد المائيه بالمحافظات وإحنا أيضا كوزارة موارد المائيه وفق ما متوفر من المياه ووفق المعطيات الموجودة من موضوع العمطار وتوفر المياه وطبيعة السنة المائية راح تصادق هذه الخطة الزراعية وتقر فالخطة الصيفية والخطة الشتوية هي تقر بهذا الشكل وتنفذ أيضا بشكل ميداني مشترك بين وزارة الزراع وبين الموارد المائيه فلهذا أشوف مثلا هذه المحافظات التي تفضلت تحفظتك عليها وتحديدا النجف اللي هي أكثر محافظة مشورة بزراعة الشلم يعني العنبر المشخار ضمن محافظة النجف الأشرف كذلك محافظة ديوانية طبعا أكو اهتمام في ذيش الفترة في هذا الفترة العفو اللي هي الموسم الصيفي بتوفير الحصة المائية اللازمة لهذا النوع من المحاصيل لأن اختلاف أنواع المحاصيل واختلاف كميات المياه المطلوبة باختلاف نوع المحصول بالتأكيد هذا معروف ومدروسة من قبل المختصين في وزارة موارد المائيه نرجع لسد الموصل نعم سد الموصل قبل أسنين شفنا أنه أكو عملية تحشية لأساسي وين وصلتوا به؟ مستمرة يعني إحنا الحمد لله وشكر سد الموصل بوضع مطمئن جدا طبعا الخطر اللي على أساس راح يتهدم وراح معرفش لا الجيوش الإلكترونية اللي تكتب داما ترهب الناس لا لا الحمد لله شكر يعني أنا أطمئن الجميع أنه سد الموصل بوضع ممتاز جدا والدليل على ذلك أكو دليل على ذلك أنه الكميات المياه والموجات الفيضانية والأمطار اللي حتت خلال السنة الماضية الحمد لله وشكر يعني وصل سد الموصل إلى مستوى خزني ممتاز جدا أعمال الصيانة أعمال التحشية مستمرة بكوادرنا بعد أن أنجزت شركة تريبيا عملها التخصصي حدثت الكثير من مفاصل العمل كوادرنا هي أساسا كانت أيضا تشتغل بالسد لكن أنت تعرف يعني مشكلة سد الموصل واللي موجود بالنوع التربة اللي تحت الأسية مو مشكلة حديثة مشكلة من يعني قديمة يعني قبل إنشاء السد ولهذا أنشئ في حينها موضوع النفق لإجراء عمال التحشية وعمال الصيانة وبالفعل يعني كوادرنا كانت مستمرة بالعمل إجت شركة تريبيا أيضا اشتغلت عمل مهم جدا وخدمة السد خدمة كوادرنا حدثت منظومة إدامة وصيانة السد والآن كوادرنا مستمرة بعملية التطوير والتحديث والأعمال الصيانة والحق الله أطمئك بالخير إن شاء الله طيب موضوع سد عليسو التركيا يكونوا اتفاق بينكم بين الحكومة أو هذا الاتفاق اللي صار بينكم بين حكومة تركيا شنو النتاجاتك بالتأكيد يعني موضوع الملف التفاوضي العراقي التركي شهد بالآونة الأخيرة تطور كبير جدا وتطور هام جدا أعتقد إن شاء الله خلال الفترة القادمة رح نلمس نتائج الإيجابية أكو لقاءات فنية على مستوى عالي هذا الملف تم دعمه بشكل كبير جدا حقيقة من الحكومة المركزية يعني تم تأمين حصة الميران الكامل العراقية؟ نحن حسنا حاليا يعني هو الموضوع أنه سد عليسو اللي خدمنا حقيقة أنه تم إملاء في فترة الفيضان فترة السيود هذا ما أثر على العراق لأنه يعني هذا الموضوع خدمنا بشكل كبير حقيقته أنا قلت لك عملية التفاوض اللي موجودة وهذا الملف تحديدا يعني من الظاهر الطبيعي كان مشكلة صارت لنا بالتأكيد يعني هي بشكل عام ساد علي بشكل عام كل المنشآت العملاقة الكبيرة وخاصة السدود اللي تنشأ بدول الجوار باعتبارنا إحنا دولة مصاب بالتأكيد هي تأثر بشكل أو بآخر لأنها يعني أنشأت بدون يعني خلونا نقول التفاوض أو النقاش مع الجانب العراقي ولكن المفاوض العراقي مفاوض متميز حقيقتا وهذا الملف بالآونة الأخيرة دعم بشكل كبير من دولة رئيس الوزراء وخول معالي السيد وزير الموارد المائية بالتفاوض في الملفات الفنية تحديدا وأعتقد أنه شهد تطور ملموس خلال الفترة القادمة وأكو أيضا إن شاء الله يعني أمور تبشر بالخير طيب أستاذ علي موضوع المياه البازل اللي دائما تصبها إيران في أراضينه نعم إضافة لهذا يريد سألعدكم عدد الأنهر اللي قطعتها وحولتها إيران مساراتها للعراق نعم بالآونة الأخيرة حقيقة يعني هناك صار قطع بالمياه في نهري سيروان والزاب الأسفل يعني طبعا بالتأكيد هذا اللي أنهر هو روافد تعتبر السيد العليم يعني هي أنهر روافد لتتغذي سد درب الدخان يعني باتجاه حمرين وإديالة وكذلك سد دوكان بالتأكيد انخفضت كميات المياه الواردة في هذه الأنهر بشكل كبير وهذا بالتأكيد هو أثر على الخزين المائي في سد دي درب انتخان ودوكان كان لوزارة الموارد المائي أيضا موقف من خلال المخاطبات الرسمية مع وزارة الخارجية الآن تحسن الوضع بدأت كميات المياه يعني ترجع بإراداتها خلينا نقول الطبيعي وهذا الموضوع أيضا مثل ما أكو ملف تفاوضي مع تجارة تركيا أيضا أكو ملف تفاوضي مع تجارة إيران في هذا الملف وأيضا يأخذ سياقات الدبلوماسية والفنية الله يبشرك بالخير والأستاذ علي راضي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية شكرا لوجودك معنا شكرا جزيلا إن شارف لجمع تلكاءات أخرى إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ونتمنىك بكل التوفيق أشكرك ساذ علي إن شارف شكرا جزيلا